موسيقى ولك جمعية خريجين كنا دائما ننادي بضرورة وجود أسطول وطني مغربي يحمل العالم المغربي لقضاء حوائج الحاجيات المغربية من التجارة الخارجية أو المساهمة في الحاجيات المغربية من التجارة الخارجية ومن نقل مغاربة العالم أثناء عطالهم من وإلى المغرب مسألة شحن البضائع هذه التركيبة الاقتصادية والنموذج الاقتصادي ليس بالبساطة التي يتوقع على بعض يقول الناس ببساطة عندنا مادة كذا السفون التي تحمل تشحن بضائعنا إلى الخارج والمسألة ليست بهذه البساطة إنما النموذج الاقتصادي مركب ومعقد وتدخل فيه معايير منافسة دولية وتموقع دولي وهذا ما قلنا نحن أن المغرب يجب أن يتعاطى مع هذه المسألة بالضبط ليس من خلال قطع البحر كقطع خدمات يخدم صناعة الوطنية أو يخدم السادرات الواردات الوطنية ولكن نادينا أن ينظر إلى هذا القطع كقطب اقتصادي مغربي متكامل إضافة إلى القطب الفلاحي والقطب الصناعي والقطب السياحي هذه الأقطب التي نفخر بها جميعا نادينا أن يكون للمجال البحري وما يصطلح عليه اليوم بالاقتصاد الأزرق قطب اقتصادي متكامل يعني ننظر إليه نظرة متكاملة وليس فقط نظرة مجزئة كقطع خدمات يخدم القطاعات الأخرى وعندما ننظر إليه كقطب اقتصادي متكامل فالمغرب له ميزات تؤهله لأن يلعب هذه الأدوار في موقع يليقوا به وكانت عندنا تجارب ركمنا خبرات والحمد لله ما حدث خلال العشر سنوات الماضية أن وقعت أزمة وفقدنا جزءا مهما من الأسطور الوطني وتغيرت الظروف الاقتصادية العالمية ولم تكن هناك جهود كافية لإعادة الاعتبار للقطاع البحري الوطني بنظرة جديدة وبشكل جديد وبأدوات جديدة حتى على مستوى التدبير الأمور تطورت ونحتاج الآن إلى يعني رؤية جديدة تماما وسيد الوزير مشكور هذا اليوم صرح في افتتاح هذه التظاهرة أنه يجب وضع خارطة الطريق هكذا عبر سيد الوزير خارطة الطريق جديدة للقطاع وطلب من كل المتدخلين هنا في هذه التظاهرة أن يساهموا في وضع خارطة الطريق إذن نحن محتاج إلى رؤية جديدة من منظور جديد من أجل قطب اقتصادي متكامل بأدوات جديدة في الجو الاستراتيجي الجديد الذي أصبحنا نحن نشكل جزءا منه في منطقتنا هذه